اشتركوا في القناة يعني بنجرب ايه اكتر حاجة تتناسب معاكو علشان نكون عند حسن ظنكو وفي نفس الوقت نوصل لكم الرسالة باكتر طريقة جيدة وممتعة لكم نهاردة جاي اكلمكم عن الموضوع يعني عايز اقول لكم ان ممكن يكون مأثر على ناس كتير قوي بالسلب ممكن يكون ناس كتير قوي مش فهماه ممكن يكون ناس كتيرة جدا وجهته في حياتها ولكن معرفتش ازاي تتعامل معاه معرفتش ازاي انها تعرف قيمته ايه او تستفيد منه ازاي موضوعنا النهاردة هو الفشل اه الفشل كلمة كبيرة اوي الفشل دي موضوع يعني عايز اقول لكم دمر ناس كتير قوي في حياتها بسبب انها مش فاهمة ازاي تتعامل معاه مش فاهمة الدروس اللي ممكن تاخدها منه مش فاهمة ازاي يقدر يطلع منه يبقى انسان مختلف تماما تماما يعني دروس من ربنا بتغيرك وتحول لك حياتك النهاردة هكلمكم عن الفشل ويعني ايه فشل وازاي نستفيد من الفشل وازاي نقوم بعد الفشل علشان ناس كتيرة جدا وجهة الفشل ده في حياتها لكن معرفتش تخرج منه تبقى انسان افضل من ما قبل الفشل خلينا كده نبتدي نتكلم عن الفشل الفشل ده هو عبارة عن تجربة بتؤدي الى ناتج انت مش منتظره او مش عايزه يحصل وهو ده بالنسبة لك هو الفشل يعني مثلا دخلت مدرسة او جامعة وفشلت فيها في سنة دراسية عملت شغلانة وما نكحتش وخسرت فيها فلوسك اتجوزت جوازة وفشلت الجوازة واتطلقته خلفت ولد وما حققش النجاحات اللي انت بتتمناها وفشل استصمرت فلوسك في حاجة وقدت في الاخر انك خسرتها كنت بتحاول تحقق غاية معينة وفشلت انك تحققها حاجات كتيرة جدا هي مدلولها بتوصلك في الاخر للفشل او الفيلير اولا خلينا نفهم الفشل ده ايه مكوناته وازاي نقدر نتعلم منه وفي نفس الوقت ما يكونش نظرتنا ليه نظرة سلبية وازاي نبصره بطريقة ايجابية تغير من احساسنا بالفشل وفي نفس الوقت تدينا دافع ان احنا نتغير للافضل اول حاجة مفيش حد في الدنيا ما بيفشلش مفيش حد بالدنيا حقق نجاحات من غير ما يحقق قصادها فشل في مراحل في حياته لان ربنا نفسه خلقنا في عناء خلقنا مش كل حاجة حلوة ان خلقنا الانسان في كبد ربنا نفسه قالك كده يعني انت ربنا خلقك في عناء واجتهاد وفشل كبير وانت اللي بتحاول دايما تخرج منه وده الفرق ما بين الانسان اللي عنده عزيمة وارادة وما بين الانسان اللي دايما بيستسلم للسلبيات وبيجذبها ليه وعشان كده لازم نفهم كويس جدا ان الفرق ما بين الشخص والاخر ليس انه فشل وده نجح خالص هما الاتنين مروا بمراحل فشل في حياتهم ولكن واحد عارف يتعامل معاها ويقوم منها مرة تانية واحد تاني استسلم للفشل فبقى بيقع من حفرة يقع في الحفرة اكبر ثم حفرة اكبر لانه مش عارف ازاي يتعلم اصلا من الوقوع من الحفر مش عارف ازاي يتعلم ازاي يقدر يقوم تاني من الحفرة دي ويتجنب انه يبص للحفر التانية وهو ده الفرق ما بين مش الفشل والناجح ولكن الانسان اللي بيتعلم من التجارب والانسان التاني اللي مهما مر بتجارب حلك سر وما بيتغيرش خلينا نقول ان من اهم مكومات الناس اللي بتتعلم من فشلها هي انها تفهم ايه الاسباب اللي قدت للفشل ده ايه الاسباب اللي خلته يقع جوه الحفرة دي ايه الاسباب اللي خلته يمر بالمقزج ده اللي هو اصلا ما كانش منتظر الناتج ده منه دايما خلينا نحل الامور لاي واحد واقع في مشكلة او بيمر بظروف صعبة خلينا ناخد الظروف دي ونقسمها لمكونات اكننا بنحل الامر معين تحت المايكروسكوب خلينا نقول انت بتمر بمشكلة مادية في حياتك كبيرة ومش عارف تحلها طيب يا ترى ايه اسباب المشكلة المادية دي احنا انا هوريكو سياسة واستراتيجية تتبعوها فاي حاجة حسس انك فاشل فيها وهتفهم انت فاشل فيها ليه فبالتالي هتعرف تصلحها ازاي وتقوم من مرحلة الفشل دي تحولها لمرحلة نجاح طيب انا واحد فاشل ماديا مش عارف احقق اموال مش عارف اجيب الحاجات اللي انا نفسي فيها طول الوقت اجرب وافشل اجرب وافشل سواء في مشاريع او في وظيفة او في اي حاجة على طول اما لقع من نقرة لضحضيرة لمشكلة كبيرة ما بخرجش ما بوقفش فشل في حياتي طيب خلينا بقى ناخد الفشل ده ونحطه تحت المايكروسكوب ونبصله كده بعنينا ونفهم اسباب الفشل ده جاية منين اولا دايما دايما اي فشل مادي بيبقى سببه ان الانسان اللي واقع في الفشل ده ما عندوش حنكة ازاي يتعامل مع الاموال يعني دايما كده هتلاقي اي شخص خليه بص لنفسه كده هتلاقي الشخص اللي واقع في مشاكل مادية طول الوقت في حياته مش في اوقات معينة لانه ما فيش حد طول الوقت مبسوط ماديا ولكن اللي دايما عندو فشل في الماليات ومش عارف يعمل فلوس هتلاقي المشكلة اساسها مش الظروف اللي عندو بتوجهه ولكن المشكلة فيه هو فلو حللنا المشكلة تحت المايكروسكوب هنبصلها كده بعواملها هنلاقي هو ما بيفهمش في الماليات ما بيفهمش مبيعات ما بيفهمش ازاي يعرف يتناقش مع الناس ويقنعهم ويجدلهم علشان يقدر يوصل بها لهدف معين في عقله هتلاقي دايما ما عندوش حلم معين ولا هدف بيسعى ليه هتلاقي دايما تايه في الحياة هتلاقي ماشي اليوم بيومه ما عندوش خطة واضحة بيعملها هتلاقي مش رياضي هتلاقي ما بيكلش اكل صحي هتلاقي كل عوامل حياته اصلا فشلة فهو ليه منتظر انه يجيله النجاح في الفلوس هو اصلا مش عارف ازاي ينظم حياته هو مش عارف ازاي اهمية انه يخلي عقله قادر على صنع الاموال قادر على تحقيق النجاحات فالفشل هنا مش في المواقف اللي بيمر بيها ولكن الفشل منه هو من عقله من طريقة تخطيطه من ذاته الفشل عنده هو اللي لازم يحلل المشاكل اللي هو فيها دي ويبتدي يكتشف كل انواع العيوب اللي موجودة فيه والفشل الفكري اللي هو بيمر بيه ويبتدي يصلحه يبتدي يصبط الفوليوم بتاعه يبتدي يعرف الصغرات فين ويبتدي يصلحها ويحط عليها دهان جديد بلون بيلمع يكون شايك فلو لقى نفسه غير قادر على فهم الأمور المالية يروح يتعلمها بكل بساطة غير قادر على انه يبيع شيء ياخد له كورس بسيط في المبيعات يفهم ازاي يتفرج على فيديوهات لناس نجحة كتير يفهم نجحه ازاي يحاول يشتغل على نفسه لان فشله مش من الظروف اللي بيتعرض لها ولكن منه هو هو اللي ما معوش بنزين كفاية في عربيته عشان يعرف يمشي في الطريق كل شوية يحط لتر اللتر ده يخلص بعد 5 كيلو يحط لتر يخلص بعد 5 كيلو ما يعرفش ان الطريق محتاج 100 لتر عشان يقدر يكمله فالمية لتر دول هبارة عن مكونات وحاجات كتير محتاج تحللها في المشكلة اللي انت واقع فيها عشان تعرف اصلا ايه سببها فبالتالي هتعرف تحلها ازاي ده بالنسبة للناس اللي بتواجه مشاكل مادية طيب خلينا نتكلم على الناس اللي بتواجه مشاكل مع اهلها يعني مثلا ابوي او امي شديدين جدا معايا بيعملوني معاملة سيئة جدا وطول الوقت حاسين ان انا انسان فاشل طيب لما نيجي نمسك المشكلة دي برضو ونحطها تحت الميكروسكوب بتاعنا هنلاقي انها برضو فيها نفس المكونات ايه الاسباب اللي مخليه يا اهلي يبصولي على ان انا انسان فاشل اولا بكل بساطة ان انا ما بحققش نجاحات قدامهم التوقعات اللي مستنينها مني اعلى بكتير من اللي انا بعمله طيب ايه الحل في الموضوع ده الحل في الموضوع ده هي ان انا قعد مع اهلي ابتدي انا اللي استوعبهم مش احس دايما او حسسهم ان انا ند وهم ند تاني لأ انا عايز احسن علاقتي مع اهلي عشان تبقى علاقة نجحة مش علاقة فشلة فبالتالي ابتدي احاول ارضي كل منهم على حدة افهم والدي عايز ايه افهم والدتي عايز ايه عايز اذاكر لازم معاه افهم قد ايه يا بابا يرضيك ان انا اقضي وقت اكتر في المذاكرة هل ساعتين تلاتة اربعة في اليوم وقد ايه الوقت اللي انا ممكن اخده النفس عشان حضرتك تبقى مرضي ومستريح لان رضاهم هو اللي هيدخلك الجنة رضا اهلك هو واحد من اهم اسباب نجاحك جوه حياتك ونجاحك بعد ما ماتك سبحان الله ربنا خلق علاقة الود والرحمة ما بين الاهل واولادهم وان انت تبقى بار بوالدك ده احد اهم مفاتيح دخول الجنة واهم مفاتيح كرم ربنا عليك في الدنيا لو عرفت فعلا تنجح في علاقتك مع اهلك وترضيهم هتلاقي رضا من ربنا وعمرك في حياتك ما شفته هتلاقي رضا من ربنا بينور لك طريق حياتك بيجيب لك البركة في حياتك وفي نفس الوقت بعد ما ماتك هتلاقي كل كرم ربنا عليك لانك كنت واحد بار باهلك كنت عارف ازاي تستوعبهم لانهما لما بيجبروا بيبقوا مش شايفين قدامهم غير عايزين الطاعة والسمع فانت بتبتدي تقند فبتبتدي تنال غضبهم وغضبهم ده مش هيؤدي بس الفشلك ده هيؤدي لتدمير حياتك دنيا واخرى فواحدة من النصايح اللي بنصح لكم هي تحسين علاقتكم مع اهلكو عن طريق انكم تتنقشوا معاهم وترضوهم تفهموا ايه اللي يرضيه هل ان انا زوروا لو انا متزوج ازوروا مرة في الاسبوع امزل اخرج مع والدي يوم مع والدتي يوم كم مرة في الشهر يبستوك يا بابا كم مرة في الشهر تبستوك يا ماما دايما خلوا فيه ود ورحمة بينكم وبين اهلكو لان هما مش هيبقوا لكم كتير ولكن ليوم كيما كبيرة جدا لازم تتزرع في عقلكو علشان كده واحد من الصدقات الجارية ان ربنا يجيب لك ولد يكون ولد صالح يدعو له يعني يكون ليك ابن بعد ما ماتك يفضل يقعد يدعيلك تخيلوا ان ده صدقة جارية فان ان انت تبقى ابن بار بوالديك او بنت بار بوالديها ده واحد من اهم مفاتيح نجاحك في حياتك وخروجك من الفشل تالت حاجة واحد من اهم اسباب الفشل هو البعد عن ربنا ايا كانت ديانتك الروحانيات لوحدها والقناعة بالخالق وانك تتعبد بيخلق نوع من انواع الطاقة الايجابية في حياتك اللي بتلهمك لحاجات كتير انت ما كنتش عمرك هتفكر فيها عشان كده التقرب من ربنا شيء مهم جدا ومحتاج ان انت تحافظ عليه وتفكر فيه وتفكر في مخلوقات ربنا علشان تتأمل الابداع اللي ربنا وصله والنجاح الشديد اللي حققه عشان ينعكس عليك النجاح بطريقة كويسة جوه عقلك اعرفوا دايما انه فيه قانون اسمه قانون الجذب قانون الجذب ده انت بنفسك بتشد ليك كل حاجة ايجابية او سلبية معتمدة على طريق تفكيرك جوه عقلك وهل انت انسان ايجابي ام انسان سلبي انت عامل زي المغناطيس عقلك عامل زي المغناطيس بيجذب ليه كل شيء ايجابي لو انت شخصية ايجابية جدا هتلاقي كل حاجة لكنها منورة حواليك حتى لو في عز الدنيا ظلمة وهتلاقي كل حاجة مظلمة لو انت كل حاجة في عقلك سلبية ونظرتك للحياة سلبية ومتشائم ودايما حسس بنظرية المؤامرة هتلاقي كل شيء بينجذب ليك اشياء سلبية عشان كده لازم نزرع الطاقة الايجابية جوانا عشان نعرف ننجح ونخرج من الفشل واحد عارف ازاي يتعامل مع امور الدنيا في ناس معينة كده تقعد قاعدة تلاقي كل الناس بتنصط ليها بتسمع لها تحس الطاقة طالعة منها اهو الناس دي عندها القدرة على جذب الطاقة الايجابية وفعلا انها تنشرها للي حواليها عشان كده بتلاقي المردود ليها هي طاقة ايجابية برضو وبيحقق نجاحات جوه حياته فده واحد من اهم الاسباب اللي بيها هتبعد السلبيات عنك فبالتالي هتبعد الفشل خلينا نتكلم على نقطة من النقاط الاخيرة وهي علاقتك بزوجتك او علاقتك بزوجك النجاح والفشل في العلاقة الزوجية واحد من اهم اسباب تدمير الحياة او انجاحها وتدمير الاجيال والزوريات او انجاحها الموضوع ده بيعتمد اعتماد جزري على النقاش والحوار والاختيار الصائب ايه هو النقاش والحوار والاختيار الصائب اولا لازم تختار او تختاري شريك حياتك مش مبني على مكونات كلها امور مالية او مادية لازم تبقى الامور فيها جزء كبير من الشخصية بتاعت البني ادم اللي انا بتجوزه شخصية تعرف تدعمني وتسندني في حياتي شخصية تعرف تتناقش معاه في المشاكل تعرف تلاقي معايا الحلول تعرف لما تلاقيني بعمل حاجة غلط ترشدني واتدلني بحب وعطف وهدفه اصلاح الطرف الاخر وليس افشال العلاقة وند بند وتدمير كل شيء النجاح في الزواج واحد من اهمه واحد من اهم مكوناته هو الاختيار الصحيح والنقاش والمواده والرحمة ما بين الطرفين دايما نخليه ده جوه حياتك الزوجية عشان تبقى حياة نجحة واتطلعوا اجيال نجحة وزرية نجحة مش شايفة مشاكل ونار طول الوقت جوه البيت لان ده واحد من اهم اسباب الفشل هقول لكم النقطة الاخيرة اللي هاني بيها حلقتنا النهاردة وهي ان الفشل ده لازم تعتبروا انه هو الدافع ليك اللي بيديك طاقة انك تعرف تكمل لقدام يعني ايه كلام ده اي شيء في الدنيا لو خدتوا بالكو هتلاقيه لازم يرجع لورا جامد عشان يعرف ينطلق لقدام زي السهم زي الاستك زي اي حاجة زي لما بترمي شئ بايدك لازم ترجع لورا ثم يندفع لقدام دايما بعد كل كبوة فيه اندفاعها وهو ده بالزبط اللي انا محتاجة اقوله لكم انك تفهم ان فشلك في مراحل معينة في حياتك هو ليس نهاية الكون فشلك في اوقات وانت صغير او وانت كبير او في مراحل كتير في حياتك ما هو الا دافع ليك عشان تعرف تنطلق من بعده وتحقق انجازات انت عمرك ما حققتها قبل كده انظروا للفشل ده وحللوه زي ما قولنا تحت المايكروسكوب واعرفوا اسبابه هتخرجوا منه واحد اقوى وعندك حنكة اكتر وتجارب وعلم يخليك تتجنب تقع في نفس المشكلة دي تاني بل بالعكس تعرف تقدي اداء افضل بمراحل مما كنت عليه وهو ده الانسان اللي بيتعلم من اخطائه زي ما بيقولك بالمثل اللي تلسع من الشربة ينفخ في الزبادي علشان اتعلم ان الشربة سخنة فبقى بيتجنب انه يتعرض للمشكلة دي مرة تانية وعدم علمك او تعلمك من المشاكل اللي بتقع فيها والفشل اللي انت فيه ده واحد من اهم اسباب فشلك اصلا انك ما بتتعلمش من مشاكلك ما بتتعلمش من فشلك تعلمك من كل شيء سيء مرد بيه هو ده السلاح اللي هيوصلك للنجاح اللي انت دايما بتطمح ليه اعطي اسو لو مريت بمرحلة فشل اوعى تحزن انك واحد فشلت في حياتك اعرف ان رحمة ربنا كبيرة واعرف انك دايما بعد كل ظلام فيه نور اعرف ان بعد كل فشل فيه نجاح اعرف ان بعد كل ضيقة فيه الفراج دايما بعد كل شيء سيء فيه شيء ايجابي ما تاخدش الفشل على انه نهاية الحياة الفشل ده هيكون دفع كبير ليك علشان يغير لك حياتك ويكون حافز ليك انك تتغير للافضل وتكون انسان ناجح ربنا معاكو يا رب متنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك وشير وفي نفس الوقت تكتبوا في الكومانس تحت رأيكو عن الحلقة وايه المواضيع الجديدة اللي حابين تسمعوا عنها في الحلقات الجاية ربنا معاكو يا رب ترجمة نانسي قنقر